تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسورة المركز الرئيس عدن المهندس معين الماس أعمال مشروع صيانة الحفائر المتضررة في دوفس بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق خلال الزيارة اطلع الماس على مسجدات سير تنفيذ الأعمال ضمن المشروع الاستراتيجي القائم للخطة الدولية العام دوفس حيث تفقد الأداء التنفيذي لإصلاح الحفر على جسم الطريق بالإسفلت البارد الذي اعتمده صندوق صيانة الطرق مؤخرا في مشاريعه واستعرض مدير إدارة السلامة المرورية في الصندوق مراحل العمليات المنجزة والجاري تنفيذها وجهود الجهة المنفذة في إنجاز المشروع وأكد الماس أهمية تكاتف الجهود في إنجاز المشاريع وضرورة استحداث معايير واتجاهات جديدة في نوعية العمل للارتقاء بمستوى جودة المشاريع واستدامتها بما يعزز مجالات الحياة في الدولة والتي تعد الطرق من الركائز الرئيسية فيها اشتركوا في القناة